نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا دي نطاق الصول الجنوبي بالبحر الأحمر ذلك باشتراك الفرقاتة المصرية الأسكندرية والمدمرتين الأمريكيتين نيو اس اس جانسون دانهام يتي هذا في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث تضمنت التدريبات مجموعة من الانشطة القتالية البحرية المختلفة منها التدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية إلى جانب تمرين حماية سفينة تحميل شحنات هامة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر تأتي تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة ما بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها الأمريكية